ويلا نبتدي حلقتنا ونقول ان النهاردة السيدة الرئيسة عفتاح السيسي استقبل وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الامريكي الوفدين كانوا برئاسة السيدة السانتر جوني أرنست طبعا بحضور السيد الوزير الخارجية سامح شوكري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قال ان اللقاء ده شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوسيقى بين مصر والولايات المتحدة الوفد الامريكي أكد حرص الولايات المتحدة والكونجرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين ليه؟ إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهدها لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة المتحدث الرسمي أضاف أن اللقاء شهد حوار مفتوح بين السيد الرئيس والوفد الامريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي ولا سيامة في قطاع غزة طبعا دي قضية شغلك كل استعرض السيد الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية مؤكد على ضرورة العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة أكد السيد الرئيس أن الأولوية الرهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية اللي بيواجهها أهالي القطاع وإن مسألة المساعدات تأتي اتساقا وتنفيذا لقرارات الأممية ذات السلش سيد الرئيس أكد وشدد على رفض مصر التام لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين قصرا من أراضيهم أشاد الجانب الوفد الأمريكي أشاده بالجهد والدرء المقدر اللي بتقوم بمصر على المصارين السياسي والإنساني واستفساره عن رؤية السيد الرئيس المستقبلية في هذا الصدد السيد الرئيس أكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد وأكد السيد الرئيس أهمية العمل المكسف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة نشوف مع بعض التقرير عن لقاء السيد الرئيس عفتاح السيسي والوفد الأمريكي ونرجع نكمل فقرات حلقتنا بعد هذا التقرير استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأمريكي برئاسة السيدة السيناتور جوني أرنست وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين إدراكاً لما كانت ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين السيد الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي لاسيماً في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية مشدداً على ضرورة العمل بجدية على تسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة ومؤكداً أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهل القطاع اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة كما شدد السيد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني مستفسرين عن رؤية السيد الرئيس المستقبلية في هذا الصدد حيث شدد سيادته على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد كما أكد السيد الرئيس أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل التساع نطاق الصراع في المنطقة لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين اشتركوا في القناة